اعتمدت حرامو صاحب السمو حكم الشرق سمو شيخ جوهر بنت محمد القسمي رئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال اعتمدت تاريخ انطلاق المسيرة السنوية لفرسان القافلة الوردية لعام 2017 التي ستكون خلال الفترة ما بين السبعة حتى السبعة عشر من مارس وتهدف إلى نشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وبأهمية الفحص الدوري المبكرة وتوفيره مجانا لفئات مجتمع كفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأشدت سمو شيخ جوهر بنت محمد القسمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في سبيل تمتع جميع المقيمين على أرض الإمارات بالصحة والعافية منوهة بالدعم الكبير واللا محدود الذي يقدمه صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمسيرة القافلة الوردية منذ طلاقتها في عام 2011 كما وثمنت سموها الجهود الكبيرة التي بذلتها الفقيدة أميرة بن كرم في قيادة القافلة الوردية على مدى مسيراتها السنوية الست الماضية ودعمها لجهود جميع فرق العمل والفرسان والمتطوعين